اشتركوا في القناة 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 يغلب الجانب السلبي. هذلك علش وليد كل واحد يعمل حاجة خايبة. نقول اكيد لو كان عشت اللي عاشه هو. راني نعمل كيف بالضرورة. يمكن ما كانش عنده الحظ اللي كان عندي في حاجات. يمكن ما كانش عنده عائلة تحبو. يمكن تعذب. يمكن التوجع. يمكن كرهوه. يمكن تنمر عليه. يمكن اختصبوه. يمكن يمكن يمكن. هذا من جهة. من جهة اخرى. انا جزادة بالقوة كما كل انسان فيها حاجة خايبة. لازمنا نشتغلوا عليها. دونك مش فرتين هذو ما. اشتغال على النفس من جهة. وجود الاعذارة والتماس الاعذار للاخر من اروع الاحاديث اللي تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعجبني. التمثلي اخيك عذرا. هذو مزوز. خلوني مرتاح. كل شي عنده عذر بالنسبة لي. كل شي بطبيعها. مدامه موجود. ما معنى عنده عذر. مش معناها حاجة باهية بالمنظور عالم الظاهر منظور القيام. مش معنى حاجة باهية. يعني انك تضرب عبد ولا تعتديها على عبد. بتبيعها حاجة خايبة. لكن وجود لا تداء عنده اسباب. هذو ما معنى عذر. معنى الشخص هذك ثم دواعي نفسية اجتماعية عميقة خلته يعمل هكذا. كليس جيمة نقول له مانا الحمد لله. بابا ومي ما خلونيش نعمل دروة. كنت حم نعمل دروة. كان عندي مرض اسمه مرض التعلق بالناس. ما نحكيه على تخوما. كان عندي ساحبتي اخذت الباك حبيت نقرأ معه هي بش تعمل دروة. موش خاطر نحب دروة. متصور له كان انا عملت دروة وطلعت قاضية. نسيبهم الكل. بالحق نسيبهم الكل خطر كي نغزر في عينين اي عبد. بخلاف الاجرام اللي عمله والغلطة اللي عملها. نرى الانسان. اقصى مجرم. اكبر مجرم. نحب الكلام هذين بعد بش ناكل على راسي ما ما يقلقنيش. اكبر مجرم تتصوره في حياتك. في جانب انساني. خاطر خلقه ربي. في سطو الروح الالهية. مهما يكون مجرم. دوكن نسيبهم لكم الكل. ولهذا الحمد لله ما طلعتش قاضي. الحمد لله طلعتح المجال ينا فيه. او الفيكوبات ميلادي عنده مرض وعمل حاجة. كيف كيف كيف. كل ما عندهم اسباب. بقينا القضاء او الفكر البشري ميز بين نوعين. لضرورة العقاب. لضرورة وجود العقاب. الناس اللي يقول لك مسؤول على افعاله. والناس اللي يقول لك غير مسؤول على افعاله. هذا من منظور القضاء. من منظور الجماعة. من منظور الحفاظ على التناسق الجماعي. لكن من منظور الفرد. يعني كيجي مجرم يمشي. الفيكواناليست. وانا عملت الفيكواناليست. ولا يجي يحكي معي. وانا يحكي معي برشا ناس على وجيحهم. نسمعه كفرد. وقتها نفهم كفرد عليش عمل هكو. بعد انه يتعاقب. ولا ما يتعاقبش هذيك المنظومة الجزائية. اما انا نسمع وجيعته. والفيكواناليست ما قولكش ما نسمعش المجرم. يسمع الناس الكل. انا مانش بسيكواناليست. اما يجوني دي مساج متاع وجيعة كبار كبار كبار. والي وصلي حكايات على اللي يصير في البلاد و اللي يصير في الناس حاجة ما نجم نحكيها. انا تلمو ثم موجيعة. قول القائل عليش يحكيوا لي انا لاني بسيكولوج. لاني بروفسيونال بالمعنى النفسي للكلمة. ما عملتش حتى ما كملتش ليستاج متاعي بش نجم نعمل بسيكواناليست. خاتر يحسوا لي انا عندي توجيهم انا مو غين كونديسيونال. نحب الروح الالهية اللي فيهم. اللي النفس متاحهم تلوثت وتمسخت. اما ميسالش عندهم فرصة في الحياة هذه وإلا في الحياة الجاية بشي صلحوا. ما ذكرت مرة مشيت في اطار ايام قرتاج السينما ايام مشيت نتفرج في في فيلم في السجن برج الرومي. مع المدعين في السجن وكل. فما واحد. عافتش نقول كيفيش ظاهريا حاجة والعاملة اللي عملها حاجة اخرى. معني هو اقتل وقتها. سحبتو ذهلي ولا خطيبتو حاجة هكا. جايوا لوكازيون مشتحكي معاك في ساعة في ساعة قال لي ريتنا احنا الكل مشاريع مجرم. مشاريع نجمو نقتلو. قالي الخمسة دقائق اللي صارت فيه الجريمة ما نذكرهمش. ما نذكرهمش وما نعرفش عليش عملتها كيك. ماي صار. وهو سيد راهم ضيف وقرالة والدعايلة. ممكن يصير لأي انسان. هذك علش انا عمري كين اسمه اي حاجة عمري ما نحكم. قول لطف ورب يلطف بنا. كين قولك هكرا انا ما توليتش ملايك ها. كنت من اكثر الناس اللي يحكموا على العباد. علش ربما هذك علش نفهمهم زادة. فيش نجاوب لي لا. تعديت بالمرحلة هذي عبدكم الحقير هذا كان من اكثر الناس اللي يحكموا على العباد. معناها عشرين وخمسة وعشرين سنة التالي. نعطيك مثال بسيط. انا طول نحكي على التسامح والديني وعايشة بي. معناها عايشة بروح التصوف او نحاول. كنت قبلتها ما شخص قريب لي. ما يصومش رمضان. مرشته. مرشته. لقائل ان يقول علش مرشته. خطر ألفة وقتها كان عندها حاجتين. اولا الرغبة في ان تتحكم في الدنيا وفي الناس. لك مرجاني لي بشكل ما نحب نتحكم فيه. والحاجة الثان هو اني انا بيجي مع روحي منش مرتاحة. اللي يبدأ مرتاح في الإيمان المتاو العميق. مهموش لو كان الناس اللي كل تفطره هو صاهم. عنده حتى مشكل. لك تعديت بها مرحلة الحكم على الناس. نعرفها. نعرفها كل لحظة اللي مخك يبدأ واقف. متبلنتي. وتعرف اللي انت على حق والآخر غالط. وهذا كعليش للأسف خطر كنت نحب الكرة برشة. في تطور راحلتي الروحانية. علاقتي بالكرة تبدلت. معاتش كي مقبل. خطر الكرة زادت رفاها ولت سراع. والصدام. ومعاش ناجم نتصارع ومعاش ناجم نتصادم ما حتى حد. اي. خاصة اللي هي. وليت معاش. معاش تعرف روحك تكرها جمعية ولا تكرها الشخص. معناها. رو ساعات عباد نعرفهم دائرين بيا مغير ما نفكر الأسماء. عباد كبار مصلين وحجاج و. كنت جميت قدام مكيب بتاع كورة يبدوي. يدعيوا على الجوارات. متاع الفريق المنافس. مخي يقف. معنا فينك التقوى الكل وكل إيمان الكل كي تدي على جوار لمجرد أنه انت ميلة ولا الكليب ولا للترجي ولا الكليب س فاكس ما ولا اللي هو. يعني خطير هذا الانتماء للمجموعة. لي ضيعنا إنسانيتنا وينسينا ليحنا كل واحد. في الاخر كلنا روح الله التي وزعت علينا جميعا. الانتماء المتعصد. يعني. بيسي. كعا تعصد. كتخذك لعبة رو كيمة الدنيا. خب كنا ننتمي. أما تخذك لعبة من غير كره من غير إقصاء. اه. اه. دونك نلقيتك جاوبت اوتواتيك مع السؤال اللي بعد وزيدا اللي جاي من عند ليلة. قبل قاتلي نحس أنه فما أولفا قبل البسيكاناليز وبعد البسيكاناليز فما حاجة صارت. البسيكاناليز مش وحدها. قبل البسيكاناليز. البسيكاناليز عاونتني برشة في الحكم. على الآخر نقصت لي برشة حكم. ونقصت لي شوية من اللي جو خطر أنا جاو يعني جو مونسطخ. مونسطخ أنا صغيرة كنت متقرة يعرفت كالطفلة المعقدة يزمها تنجح لولا دونك بشتوري للناس اللي هي. يزمها تشيلولا. ويزمها تكون ممتازة. ويزمها معناها تثبت حاجة. تبع تثبت حاجة وكان كنت نتصور روحي ثقية برشة. ونفهم لها برشة. وعندي القدرة بش نحكم على الناس الكل. هذي جاوزته أو نقص ما قولش جاوزته خطر ليجو نخاف منه ساعات لو ليجو سبيغيتويلة ونرجع له بعد. لكن المسار الروحاني علمني حاجات أخرى. اللي البسيكاناليز وقفت على أعتابهم زاد خطوة القدام. وهذي اللي اللي نجم نقول فما قبله بعد لاي ليلا ما زلت على الطريق. أكيد بعت بارش على ألف. المجرم مثلاً نعطيك شخص قتل وعمره عشرين سناء. حكمه عليه مؤبد. كيف يشتراه وعمره سبعين سناء؟ هل ذلك الشخص اللي عمره سبعين سناء تلخص حياتها انتي في اللحظة اللي يقتل فيها؟ موش 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 قاتل هو هو قتل. يعني مجمش يكون هو قاتل فقط. يجب يكون دم وتسعة وتسعين بالمئة ندمه على لحظة الجنون هذيك. دونك كنا دم ممتاع وذلك اللي بش يعيش به عمره كامل وذلك مفهوم التوبة العميق. يخليه ولا شخص يخر يبدأ يغزر يقول حمادي اللي قتل ما وش أنا. كيما ألفة اللي كانت تحكم قبل ما هيش أنا. دونك عليش تلخص شخص في غلطة عملها. وبكلنا نجمونه غلطه. وتقذيله على حياته كلها. وعلى مش فقط على مستقبله لكن على رؤيته الذاته كي تغذر له على أنه فقط تسرق وقلا قتل وقلا عمل خطأ مهما يكون. احنا المصيبة حتى واحد ما عملش خطأ حتى واحد يتكيف سيجاره أنجون يتكيف سيجاره جونتا ترسيله في الحبس. يعني مش مش تشجيع ولا لا لا مش هذا. أما مالخص ش صغير كامل مستقبله أحلام وحياته في ربع ساعة كيفين سيجاره. لا. ذكرتني في فيلم جغي كوماند للناس لي يسمعوا يتفرجوا أغانج بيكانيك متاع كبريك. وانتي جبت على روحانية معاذ زي جي هاشو مسامي روحوا من عرش نوع لقابه عن كتاب حبيبات الله هل تؤمنين بالوليا الصالحين من داخل من داخل؟ ايش نوع معنى النوم بالوليا الصالحين؟ النوم بأنهم صالحين. هذا شنوع يعني بالنسبة لي طاقة النفس الصالحة تبقى هي هي الطاقات لكل تقعد. لكن طاقة متاع النفس الصالحة بعد الوفاة وانا نخدم في قلب مجال هذائي متاع النفس والروح والموت وما إلى ذلك تبقى فاللي حاشنا به هو الطاقة الانيرجي متاع هذا الصالح. هو انتقل روحه انتقلت إلى عالم آخر ونفسه أيضا. لكن ما بقي لتخاص انيرجيتيك واني ايه اه بسويلاً. اسموه وغيره يداك العيد في طاقة مبالیه. فانا عند Belik iqout تاكب علاقة خاصة وعندي تجربة. انا اميوكを احبطوا مش تعلمي. بما استخدرت لك شنو ما صار لي. غيره مسموح ثم موجود نجح تحكيهم للناس لكن كنقلك التجربة كنقلك انا مريت تجربت كذا وكذا في علاقة بالاولياء يعني هي تجربتي. ما نقلكش انت يعيشها. ما معندكش في النهاية كل واحد عنده حكايته تونك حكيتي ما قلقتك بمعنى مضرتكش مباشرة هي حكيتي يعني أنا مثلا نحب نعرس بمئة مليون فلوسي حلال أنا حر على شعتيت المثال هذا خطر أن أقبل مثلا قول نضحك على عبيد لتعرس برشة فلوس أنا عرست بسبعين دينار محل عماربع تسعين بروب المهرون بلا دونك ما عندي الحق طوما عشاندي الحق هو شيخ هو شيخ يسمع غناء اللي يظهر لك أنت تافه أنا نشيخ على مكلثوم أنا تربيت على مكلثوم مثلا كي هو يحب يسمع غناء معين إكس هلش نحرمه علش نقول لي هذاك غناء راقي وهذاك غناء هابط مو الشيخ على روحتي خلينا نشيخ على روحها علش ما نحب يصادروا حتى الشيخة الحاجة لا تهينا ربي مني الشيخة تحب تصادروها كل واحد يعمل اللي يحب كل واحد يشيخ كيف ما يحب أنا الشيختي معا لوليا أنت خطخ ما عندي برشة شيخات ما أنت خطخ معا لوليا سوش دي عندي شيخات جسدية زادرة معنى أن أمرأ من الأشياء اللي اللي نعتبر من أسباب توازني إلى حد ما طبعا مش فماش توازن مطلق هي أني عشت المتاعة الجسدية بأنواحها بمعنى أن الجسد مكانش محروم الجانب الجسد يزمو يعيش منظما مرتب من غير ما يذر الناس من غير كذا لكن يزمو يعيش سادا خستان في عمر معين شامش يجي الواحد عمرو 22 سنة وتقولوا ترهب أنو ما تعيش متاع الجسد وما تصهرش وما تحوسش وما تحبش وا 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 تنكروا الأمور ما هيش ما هيش هذا أو ذاك دي ما نقول هذا و ذاك كل ما بعضه وكل واحد وتجربته كما قلت فما فنين طلب أنو ما يقولش اسمه قال لي اسئلها ما تخافش لا تطلع غالطة وغلطت الناس معاك كيفيش تعمل بش رغم اللي ما ما تمنتلكش الحقيقة أما تواصل هو جسد مو أنا عمري ما تدعيت أني صحيحة هو يقول تخاف تطلع غالطة بش تطلع غالط إذن تدعي أنك صحيح أنا أقدم وجهة نظر قراءة متاع ألفة اللي أنا مطمئنة فيها مع ربي أنا مطمئنة مع ربي هذاك الربير مطمئنة وعندي فيدباك يدل على الطمئنان مع ربي وهذاك عليش كي نحكي مع الناس عمري ما نقول لهم اللي أنا نقول لكم في الحقيقة وربما هذا اللي ميز اللي نخدم فيه ويقلق بعض الناس وقت عمل سلسلة والله أعلم تماش كون جاتني في الأخر ماتل الكتاب قتلي في الأخر ما خرجتش إيه ولا لا على الحجاب وقت تحكي والتوا يبعثوا لي يسألوني يستفتون يعني معناها أني شمفتي ما عندي حتى علاقة بالإفتاء أما هما يطلبوا مني نحاول نعطيهم الحجج اللي يراهم ونقولوا أنتي تختار يعني ما ثم إيش واحد يغلط الناس ولا ما يغلطش الناس في النهاية كلنا مسؤول كل واحد مسؤول يعني من منظور الديني كانت حبك بش ناقف قدام ربي مش بش نقول راه هو الرازي قال كذا يا ربي خاني طبعت الرازي نو انتي عندك روحك وعندك نفسك وعندك حكايتك وتجربتك في الدنيا ولو في الحيوات كيما نتصور دونك بالنهاية عليش حيوات؟ على خطر أنا أؤمن في الإسلام وهذا منش الوحيدة وثم كتب كثيرة كتبت في هذا بأنه هناك حيوات سبعة صديبون ما فلماش عدد محدد على حسب حتى توصل الحيوات للروح مش للنفسة الروح هي التي تعود وليس أنا النفس ذاته نوضحه فيه بعد مكتوب دقيق وموضح دونك نرجع للفكرة ما نجمش نكون غلطهم على خطر هم أختاروا وانا ما قلت لهمش أعملوا هاكا ولا هاكا خلافا لرجول الدين ما عنديش الحق شكوني أنا بش نقول المرأة وهذا صحيح أنا نختار الروحي نفتي الروحي ونتحمل مسؤولية قدام ربي للناس نعطيهم حاجة نكونوا ما نفقوش بها وجد نظر أخرى نقول المقرأ ولكتب هذا يا حاو ثم تاريقة في تناول مسألة هي كذا كذا فقط أنا أستحي بش نقول عندي الحقيقة أنا حقيقة لي عندي والما عند حتى حد الحقيقة لا وما قالك شو تمتلك الحقيقة معناها أما تخاف لا تغلط خدر أنت تعوى قلت حكيت قبيل عملت بسيكالاليز تبدل نجم زيتها حتى تبدل رأيك في حاجات بتبيعها نجم نستبعك في الرأي القديم وفي الرأي جديد هو نجم مش مالفروض تتبع تسمع أنا مانيش مسؤولة على اللي ينتج على البرسوناج بيبليك خاطر أنت تسمعني كما تسمع خمسين ألف حتى وأنا مثلا نخدم على الروح بأكزامل باش نسمع قدش من فيديو باش نقرأ كتب كثيرة باش نرجع للقرآن باش نفكر باش نتدبر في الأخر باش نكون وشتنظر مانيش بنشد عبدون تبعوا مية في المية وكان تبعتوا سيك أنا تبعتوا شمش يكون هو مسؤول عليها هو الشيطان في القرآن وقت اللي بتشنع الدنيا في الأخر يقول لهم أنا أنا قلت لكم تبعوني دوما تبعتوني كل واحد مسؤول على اللي يعملوا في الدنيا هذه بايزة كنتفكروا كنتفكروا هوي نزيدوا نزيدوا مزيد مزيد برشة جو محمد أمين حمزيوي سالموا عليه إن شاء الله نهار منارة يكون نضيف زادهو لا 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 ما زال بقية الفنان الأخر كنت قابل ربي شنو تحب تقوله نحبك 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 فقط نرجع الأمين حمزيوي أفضل تقدم وصله الإنسان وأسوأ تقدم عميقك حمزيوي محلية 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 ما زلك يبعاني الدمان دامتي ولين أصحاب محلية سمعت له بودكاست محلية محلية مع زينم بن سالموا عليه أيه مع زينم باي أحسن تقدم وأخي تقدم ما نعرف الشجر الأكيد هو أنه أخي بحاجة كيف نبعده على الإنسان اللي فينا أنا قد ما مش بالضرورة في زمن معين مش مربوطة بالتطورات العلمية أشك في كل مرة نبعده على جوهرنا الروحاني تكون حاجة خائبة في كل مرة كيف نظلم وكيف نجرحه كيف نظلمه وإحنا زادرة كيف كيف ونجرحه وإحنا كيف كيف وكل ما نقربه لها الجوهر الروحاني تكون أحسن حاجة ذلك هو الحكاية بكل هذك هي لا محد شيء الكل والباقي ديكور ديكور كما في المسرح ولا في السينما أما الحكاية الحقيقية هي ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها قد أفلحا من زكاها وقتخابا من دساها صدق الله العظيم هذا هو بالضبط الحكاية بكلها نلخصها في الآية هذه ذكرتني في خطاب بيار كوري وأوبنايمر اللي على باز حابوا يعملوا اختراعات يقدموا بهم خدمة للبشرية ومن بعد تقلبت وليوا يعملوا في قناة بالاختراعات متاحهم يقتلوا في الناس وكيف كيف كيف كما بقى أي حاجة معناها فيها إنوفاسون كما تكنولوجيا مثلا اللي هي على باز تصنعت توجدت بش تسهل حياة الناس ومن بعد وليت نقمة معناها تقلبت عن الناس مثلا مش حاجة فيها أو حاجة خايبة أنصواء في ذاتها نحن نرد الحاجة الخايبة الاستعمال يعني استعمال المتاحة اللي غيزوسوسيوم مثلا نتوه ثم برشة هجوم على المسائل التواصل الاجتماعي صحيح عندهم سلبيات لكن هيت نمشي معاكل أبعد من هكا يسدي حتى السلبيات اللي في اللي غيزوسوسيوم أما أحسن الكلام هذك الخايب اللي قاعدت يتقال أكل السبان اللي خدمت عليها نعملت عليه كتاب كاملا أحلى الكلام أكل الكلام هذك أما خير هون اللي عندك حتى انتي متير عندي برشة متيري أما خير الكلام هذك قعد ما نعرفوش اللي هو موجود عند الناس وإلا خرج باش نفيقوا باش نعملوا حاجة باش نفكروا فيه باش نشوفوا شنو اللي صاير في البلاد علش تم هال هالكلام هذي الكل علش فهم هالهجوم هذا الكل علش التنمر علش السحل الإلكتروني حتى الخايب اللي في اللي غايزو سوسورة هو نجمو نقراه قراءة إيجابية هما بالك بالباهي اللي فيه في اللي غايزو سوسورة وفيهم برشة إيجابيات برشة فضائل مازنيش نكونوا قاطعين أحنا ديما يسر قاطعين لا هذي خايب خايب مفهم لا 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 ما هوش خايب مفهمية وديما نرجع ونقول للناس إن مع العسري يسرا في نفس الوقت حتى الحاجة الخايبة يكون عندها معنا باهي ممكن نخرجوا منها حاجة بها القلاقة متاعك هكا في الأثناء زي دفما ناس قاعدة تتدمر معناها في الجرد السحل الإلكتروني والتنمر والذي نشوف فيه هذي الكل هو راه هو دي مثلا ما ناس تتدمر هذي ننساوه الحياة البشرية مش يكون فيها بالضرورة أيام احنا نقوله بيضاء وسوداء أيام جميلة وأيام أقل جمالاً هذي كطبيعة الحياة الناس قبلك يقوله حلو مر حتى يوفال عمر ربين قوسين أنا قاعدة نراف في الأمثال الشعبية القديمة أو في المخيال الشعبي وعمق الفلسفة الروحانية والنفسية حلو مر حتى يوفال عمر شمعناه معناه راه الخايب دي ما بشو قد موجود حتى من غير غيزوسوسيو ثم ناس كانت مش تتتجع ولا تتتجع بطريقة أخرى وثم ناس توا قاعدة تتتجع من غير معنات خارج العالم الافتراضي وقاعدين من نشروا فيها فهذه الوجاعة هذي شنو الطريقة إذن نشتغلو أحنا نعلموا أبنائنا نعلموا الشباب كيفاش يتعقيفها مساء أولاً شنو الساحل ذا وعلاش ناس هذوم أتعامل هكا؟ هات ناخذ فكرة بسيطة هي مش فكرة تظهر فكرة بعد تولي حاجة نعيشو بها الشخص اللي يقولك تخذ كلمة عادية جداً يخايب تافة مثلاً شخص هذيك هو شش قاعد يحكي؟ هو يتكلم فش يعبر؟ يعبر على روحه يعبر على رؤيته هو للدنيا على رؤيته هو لنفسه مش يحكي عليه كنتي؟ خاتر نفس الشخص هذك يجم غدوة يجي يقولك يا باهي يا عبقري ما يتبدل حد شي في كنتي؟ معتيك مثال بسيط أنا في وقت من الأوقات كنت عرضة وما زلت ساعات ما أقل برشة لها النوع من السب هذا وشتم قدش من مرة توجيني بعد مدة شخص يقولي سامحني نبعث لك رسالة يا مدام أنا سبيتك قبل سمعت عليك كلم قالوا لي كذا وتوق حتى انتبع فيك وكتشفت ان الكلم هذك مش صحيح لا قدك شمح لك قال لي قدك شمخي بك في وقت من الأوقات قال لي قدك شمح لك اليوم نبدلش فيها حاجة لكنه كذبة مرتين هو مش بذر يكذب هو مش نفس الشخص احنا ما نش نفس الشخص فاللحظة هذيك هو قال حاجة صادق فيها ومن بعد قال حاجة أخرى صادق فيها بين قوسين وانتو نرجعو لها الفكرة مش مش نضيع الفتلة ان شاء الله احنا رانا نتبدله وذال ينساوه الناس من نقعدوش عن غاف بشخص يقعد ثابت بحاجة تقعد ثابتة في الدنيا لا وكالش نستخاف من الموت كل شي يتبدل يعني مثلا انا الراجل اللي خذيته 30 سنان مش انا خذيته خذيته ألفة أخرى وانت مشيت في شنية تغشت علينا لا تغشش كان جاي تغشش سلم عليه بكل العيوب والمشاكل مش معناها الحياة حلوة وجنة لا لا حياة فيها صعوبات كما كنا نحكي انت مثلا عندي صاحبتي نحبة برشة تقول لي والله نقعد باتة في روحك كيفاش خرجت مع فلان وهي ناسي اني وقتها خرجت مع فلان 30 سنة التالي مهيش هي هي فلانة أخرى وقتها السيد سب اليوم هو مش خاتر مصلحة نقول الكذا بمرتان كان خاتر مصلحة وليت انا عمدة في بلاصة ولا حبي يزدي القفة لا لا اما هو في وقتها ظهر له اليانا خائبة بعد ظهر اليانا باية المهم في هذا الكل شنوة الاخري عبر الروحو كيف يقول الكلمة روي بدل شايفيك انتي وقتاش يبدل كيف يمسك كيف يوجعك كيف يوجعك نجاحة نعطيكم امتي تحوك للناس اللي تتوجع عمل الكلام في الغيزو سوسيو ديتفو انو كيف توجعت راهو في الاخر هو ما معمل شي انتي اللي خسرت لجعجتك انتي انتي اللي تقلقت انتي اللي قلبك اخفص عليك انتي اللي حاسيت روحك ملاليز دونك في الاخر هو سب اما انتي اللي توجعت فماش علاش الخارج ما عندوش علاش يقلقنا انتي مرتاح مع روحك هذك في لحظة معينة سبك يجميكون يحبك برشا ذك يجميكون يحب يولي في صورة تشبه لك انتي وما نجامش سبك يجميكون اللي رباوها عليه يرا فيك في صورة مختلفة اللي رباوها عليه سبك يجميكون موجوع موجوع برشا موجوع مثلا مش مش نبرر راه نفسره نجع دي ما نقوله نفسره اللي سير يجميكون هو مثلا يشتهي شيخ يتفرهد في مهرجان ويغني ويشتحم غير ما عندو مشكل ما ينجمش لسبب او لاخر قالوا له حرام قالوا له ما يجيش كي شافك انتي شيخ كالكباغ يقول شبي هو شيخ وانا مش شيخ بتبيع كله في الانكنسيون ما هوش فايق بهذا كسي تغا كسي تغا كسي تغا مثلا مش واحد يسب هو مش موجوع هو موجوع اي واحد يجرح اي واحد يقول كلمة خايبة هو موجوع حاول ترالو جيعة متاعه وما تتجعش انتي في بقعة التجع حاول ترالو جيعة متاعه رو هدا هذي ستخيز امبوغطان تيمنع انت نعتي مثال بسيط ومش انا نجبتها الفكرة هذه الفكرة موجودة في الادابيات الروحانية كلك الانسان كي بدا الشيخ نهار مثلا انتي نويل بودكاست بتاعك ضربة رائعة ولا احسن بودكاست مش في تونس بركة في البلدان العربية كلك مثلا كي بدا فرحانة شيخة كي بش تقرأ بسبيل بش بشي قلقك بش تخرج للشارع وحد قدامك ما عملش نيوتون بش بش تنرفس انتي شيخة فرادة بخ كونت نهار اخر انتي تعاركت معه بتاعركة كبيرة ولا سمعت اخبار خايب ولا سجلت اميسيون بعدك شي ما ما تعديتش مثلا تصارت مشكلة في الصوت ولا في التصويره اقل حاجة بش تخليك تتوتر التوتر والفرح الداخل عنا احنا مش البراني جيبهمنا تتوتر راهم الناس اللي تسب تبيع حاجة خايبة اما مش انو نسبوهم مش نقاو حل خاطر يسبني ونسبوه شو بش يصير في بوقت واحد بركة مسبوب ولا وزوز مسبوبين دجا ثانيا بش يرد الفعل بطريقة انفعالية بدائية يلي بيك يلي عليك يامسطك يبهيم يخايب يدوني يدرش هو الاخير هي منقدموش هكاكا كاليش ما ركتبت استاتيوه انا نقصد في حاجة ما نش بنقولش نيل نقصد فيها قلت ما نجموش نقاوم الشعبوية بالشعبوية يعني كان واحد يعمل غلطة وهذا جائز او ترى انه عمل غلطة انتي طريقة التعامل مع الغلطة بش تظهر اللي انتي انت في مستوى اخر بتعودش تستعمل نفس الكلام اللي استعملوه هو بش تسبوه ما مانا الشي ماانا قعدنا في دائرة مفرغة من العنف والعنف المضاد والعنف المضاد والعنف وهذا اللي صاير من اعلى المسؤولين السياسيين حتى للتوانسة انا نسبك وانتي تسبني انتي عميل لا انتي العميل انتي دكتاتور لا انتي الدكتاتور انتي عشرية سوداء لا انتي خماسية سوداء كثيرا كثيرا مش بش نقدموهاك وفرد مرة ملا سلموا على حمد المهيري اللي هو سئل سوائل في السياقة دونك جاوبنا عليها سولتا فنان برشة فنانين معنا بيزار ما وبعثوا للأسألة مزيل 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 واحنا قاعدين نجيبوا على أسئل تيانا فرد مرة نويل بن صالح اوسي سنسلموا عليها سلموا عليها برشة ومبروك اللغنية جديدة نفح طارد وفا جوي كومبيني بنزوز أسألة بنا يدي ساحبتي معنا بودكاست متاعي نعفيلين نحب من أصحابي وكل نحب كي شيفت البوست نحب من أصحابي أسألة على تقييمك لتجربتك بالمكتبة الوطنية والفن الجميلة بسوسة وبعد قاتل نحب من أصحابي أنه يكون ليس من أصحابي من المكتبة الوطنية لا تجربتك لا تجربتك ومفردك ومفردك كنت أحسن مديرة في العالم، ولا أسوأ مديرة في العالم، لكن الثابت هو أني مثلاً ما خرقت القوانين، أني مثلاً كنت ملتزمة بأونساختين إيتيك، وقت بن علي، وهذه يعرفوها الناس، السكرة غمتاعي كانت متحجبة، ذي سؤلنا ويل بن صالح للنساء متحجبة، سمحني قصيت عليك في درمش في وقت بن علي، كانوا يجيوني، كان عندي أصحابي في الوزارة، خطرني أنا مونيش نعمل فيه بالعاني، إنسانة بسيطة جداً، حتى كيف شديد المناصب، حتى كيف ما أنا، ندير الحمد لله كي نخرج من أي بلاسة يقعد العمال لكل أصدقائي، الشوفر لي فهم دميناجي، كلهم أصدقائي، الزملية مش بالضرور، ثم اللي يقعدوا أصدقائي، ثم اللي لا، لأسباب أخرى، كنطينا بهذا الشوفراء لمنا، لا أنا، ليس أنا،، ليس أنا، لا أنا أحب الناس كل hoje لم نحب الناس كل هذه الكريم، ليس مقعد مع الناس كل، موش مقعد مع الناس كل ولا نحكي مع الناس كل، أثناء التمنى لهم الخير. أنا ما راني إنسانة أنقطائية جداً حتى يغيرواك، حتى كان ذروني. وهذا نجم نرجع للترك. وقتها عندي قناة في الوزارة، يتكلموني، وابتقول للتنجمون، أقل البنهار يقول Dobaki خطوة أن الوزارة جوايا بطبيعة ، أما هم يقولوا لي قبل ويقولوا لي خاطر أنا كنت ساعات نجي مخر خاطر نجي من سوسع هو هذا ما تمام عادي خاطرنا مديرة دونك نجي منقعة ساعات بعد الوقت موش معندي شي بوانتاز دونك نجي بكري نهارتها خاطر الوزيرة بالصبح بكري ونوسي لدوسك حيثاغ متاعي ونقول لهم يهربوا يتخبئوا ميجيوش خاطرهم لبسين حجاب خاطرهم لبسين حجاب والقضية ما كانش سياسية خاطرنا عمر ما كنت مناظلة سياسية في وقت بنعليس يخطو عمر ما كنت مناظلة سياسية ولكنت برو نظام يعني كنت نخدم على روحي وذكا هوا حطوني في مناصب خدمت كان عندي إحساس أنه المسألة مسألة حرية شخصية فماشا علاش مثلا مشا علاش مهما كان التليفون اللي يجيني وإلى الشخص اللي يجيني نحرم شخص من حرية الشخصية فما حاجة أخرى صارت لي وقت اللي كنت في در مش كلموني بش ننجح طفلاء معروفة هي كان قبل فما سيكل كور وعلى أساس فما كونكور بش تعادل سيكلون مع عامين تعمل أربع سنين كنقلكش كل ما كلمني شوقتها من الوزراء من الأساذة الكبار من إيبان شدي تصحيح إيبان طفل هذيكا بتعاداتش وها مش تحكي لكتاوش ناريكا لما نيش ملايكا الشخص هذي كبيدو اللي شد صحيح وقتها من أجل القانون وقت اللي واندي يخذ الباك بدخل كلوش بطريقة مباشرة بش نجحتو ولا بش وجهته فيني حب لكن استشرت شكون نعرف في الوزارة بش عطاوني حيلة إدارية نجمت بها نعمل إعادة توجيه الولدي وجاء في معهد عالي ممتاز ريت الإنسان وتناقضاته بو هي مايش بالضبط نفس الشي لا لا مش عبيدو بو هو عمل طريقة قانونية معناه فما مثلا المطالب تتعمل إذا كانت متقبلش التوجيه الأول مطالب لي إعادة توجيه بلي أسباب اجتماعية وإلى نفسية ولا كذلك موجودة لكن إن لو كان مجلش عندي ساحبي في الوزارة ما كنش نسمع بيها الإمكانية هذي مثل المطالب هذي كالكباغ أنا زادة بشكل ما استفدت من علاقات ستبق تنجيح مباشر ما استفدت من علاقات بش وصلت المعلومة وبشتكيت على حاجة اللي هي كانت نجمة تكون مهيش مياب المياه صحيحة مهيش أكسيسيبل للنسكو أولا مش أكسيسيبل وثاني اللي أنا وقتها ولتوا دايغ ما زال عندي الحماية دونك على أساس خايفة على ولدي كان بشيبع مايش مقنعة جدا ما نعرش أنا قبلوه نقلوها على خطر بالحق أقنحها مسبب ولا على خطر عنديش كون نعرف في الوزارة ريب تناقضات الإنسان ريب كنقلك فيها كل شي وقتها شديد صحيحة نظهر لي ما ننجحش طالب وبش ولدي يتعدى ما ما خرقتش القانون اللي نجحته مباشرة لكن ربما العلاقات متاعي بشكل ما عونته حابت نحكي لحكاية ذي بش نوري للناس بش ما يقولوش خد ساعت يمكن يقول لك هاي تحكيم ليك نو نو بالحكس أما الفرق بين العبد اللي يرى الخايب اللي فيروحه ويصلحه وبين العبد اللي يرى الخايب كان في الأخرين هو النقطة هذي دونك وقت بنعلي وحتى في المكتبة الوطنية كيف كيف وحتى في الفنون الجميلة كيف كيف مانيش نادم على أي قرار خفيتو والحمد الله اللي نخرج ضميري مرتاح وكيف ما قان أني جس في فات الإدارة ولا لا مثلا ماش إنسان كي في بوغ كالك شوز خطر كي ما قلت لك بش ترضي عباد وتجر ما ترضيش عباد خطر يحبوا يخدموا بيك حبوا يعملوا بيك حاجة وانت بتشيش معهم بالخط كسي تغير كسي تغير فمانيس عندهم كي ما قلوحنا فمانيس ما تنجا مش تصلح للتجارة مثلا وإلا للإدارة ولا الحاجة معينة ما نتسواش روحي فاشلة في الإدارة لخطر عندي طريقة في التعامل فيها برشة سو بلس مئة أممتان أنا مراكسولة جدا هاو فاش ما نصلحش في الإدارة الإدارة يلزمها مصبح لليل وانت واقف هذي ما هوش خطر لزمني وقت بش نكتب وقت بش نفكر وقت بش نعمل تأمل وقت بش نفرش في الفيلم دوك هذي يمكن النقطة اللي اللي ما نكونش فيها مناجر ناجح بمعنى مصبح لليل أما مناجر بالمعنى الحديث للكلمة يعني أنه سوبل وتلم الناس وتحكي معهم ألاز والقرارات والقرارات للوقت مراش أنه معنى التجربة كما التجربة لكل وكل واحد بشي قيمها من منظوره كل واحد كيفش يشوها ناويل زيدا قتلي اسألها على المسلسل اللي تكتب فيه ولا اللي كتبتو ما نعش إلى أكل نفو مسلسل التراب سخون اللي تقريبا جاهز والصعوبات متاع الانتاج اللي موجودين في تونس هم اللي مأجلين سيناريو أحيوار ولا سيناريو كهو عملتو أنا و سنال بو عزيزي ومحمد عزيز هوام او كانا ديما لحب نخدم مع الشباب على خاطر الساعات مش ميمداش واحد عندها ابتو دايت على الأقل المتبع الموجودة عند الشباب علاقاتي طيبة برشة مع الشباب بين قوسين رغم اللي شعري شايف المسلسل للأسف مازال مالقيتلوش بروديكشون وينيتبث ما اللي قرأوه من المختصين اللي عندي فيهم ثقة أعجبهم أعجبهم وبلغتني حاجة إن شاء الله تكون غالطة أنه ثمش كون رفض في إحدى المؤسسات الرسمية لي وجود شخصية مثلية في المسلسل شخصية معناها كما شخصية شخصية الكل احنا في الفيكشون اللي موجود في الدنيا الكل اللي بدا موجود لسيما أنه ما ثم حتى بينظف راين حباش الكلمة ما بيسالش حتى خدش للحياة بالعكس الشخصية طريقة التناول كانت طريقة فينو برشة ما فيها حتى إشكالوا ديغوا الشخصية المثلية تعرضوا في السينما في تونس وفي مصر في السينما زادة في المسلسلات بطريقة غير مباشرة دونك إن شاء الله يكون الخبار اللي يوصلني خبار غالط ما عندي إحساس يقول أنه المسلسل بشي تعمل وأنا عندي وأنا حدسي عادة الخلفية متاع تونسية مسلسل تونسي تونسي وفي وسط الخلفية عندها علاقة باللي كنا نحكي عليهم بكري متاع الأولياء الصالحين ديغم العنوان ترابس هنا ظهري أنت جبت على الشخصية المثلية أكثر سؤال تعاود في البوكس متاع اللي عمتوا على انستجرام هو في علاقة بالمثلية وبالتتواج اللي حكيت عليهم في البر مش في تونس حليل حرام حليل حرام ديما نرجع النفس الحكي أنا لنحل لنحر نحاول نعطي قراءة للموجود في النصوص الدينية في حيرة مسلمة قدمت قراءة للموجود في النصوص الدينية فيما يخص المثلية وليس الوحيدة اللي قدمت قراءة فيما يخص المثلية لكن هات نخل مثلا من منظور آخر نرى في الناس متقلقين برشا وهنا ديما كما قلت لكم بكري كي نرى عبدي سب ولا متقلق نقولوا علاش توى المثلية حالة أو ميل جنسي موجود من أول تاريخ يعني مش فجأة توولت المثلية اخترعوها هكا كانوا قاعدين قالوا تيه اي نخترعو المثلية لا طول عمرها موجود هو ميل جنسي موجود من أول التاريخ واللي يعرف التراث العربي الإسلامي قولوا مش متاعنا ولا متاعنا يعرف لي ثم برشا كتب كما التفاشي وغيره 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 اللي يحكيه على المثلية الجنسية سوانا كانت أنثوية وإلا ذكورية هذا واقع موجود الناس اللي عندها مشكل مع الواقع هذا نسألها شنو المقترح متاحيني شنو مقلقها أنه ثم ناس في حياتهم الخاصة الميل الجنسي يمتاحهم يكون لنفس الجنس شنو يقترحوا ثم مقترحات البرا يقول لك يعمل بسيكولوجي وبسيكاناليز وكذا وكبدل هذا أثبت خطأ له وخطأه على خطر موش مرض لوايماس تقول موش مرض إذا كان أنت تعرف أكثر من لوايماس ممكن إذا كان نجمت الداوي اعتبرته مرض ونجمت الداوي تفضل لكن اللي يرى فيه طوى هو سحل للناس هذوما الليس مختاروش بشيكونوا كيفما هوا مختارش يعني أنه واحد أدوليسان وانا جوغسوا دي مساج مش كنا من عندهم هما لكن أساسا برشا من عند المثليين ومثليات اي اتصت بيا البناية اللي كلمتني عليش يكلموني خطر عندهم ثقة فيها يقول لي يقولي يتتار أني ما نحبش نكون هكا الله غالب الله غالب ما نعمل يا تتا أنا جمتش شنو بشتعملوا أنا الناس اللي تسيب فيهم شنو يقترحوا نحطوهم الكل في مثلا نعمل محرقة جماعية نحطوهم نطوروا عليهم نقتلوهم الكل وشكنقال كنت تعرفهم الكل ساعة ثم عدد من المثليين والمثليات اللي ما يجيش البالك اللي هم مثليين ومثليات ولي معرسين وعندهم صغار وعايشين مثليتهم في الخفاء انت منين مش تعرفهم أصلا مش توقع تلوجة على الناس شنية الميل الجنسي مشكل خطر هذه حياة خاصة الحياة الجنسية الخاصة بفي هاش كيفاش تعيش حياتك الجنسية نعنا مشكل مع الجنس كبير برش رو عليش مبكري يجبتك على الجسد رو الجنس في حذ ذاته حتى في الدين عمره ما كان حاجة خايبة بالعكس الجنس ينظم يتنظم بمعنى أنه خاصة مسألة اختلاط الأنساب وخلط في العلاقات وما إلى ذلك لكن الجنس حاجة جميلة جدا معنى الغزال يقول هو مقدمة لمتاعي الآخرة أنا نفدلك المرة نكتب في مقال وقلت للمرغم لي ما نحبش البرتوز جي لنبقشون الغزال دي ما معايا جي في موخي دي ما جي في موخي على خطر معنى غيال مو تعو نعطيك إجزامبل البناية الزيرية اللي خذات الجوزولمبيك اللي في الجيمناستيك خذات ميدالية ذهبي آه إسرائي الأخرى الزيرية الأخرى اللي ما بتلنا تصويرتها ملابسينها أنا دي ما عندي سؤالة ولا فهمت ما لقيتلوش جواب شنو اللي قلق في الجسد يعني أنت شنو مشكلتك مشكلتك أنك ستشتهي الجسد أخي مشكل في الشهوة هو مشكل مش في الشهوة هي الشهوة حتى في غياب الجسد ستكون موجودة الشهوة هي النتاج العمليات فيزيولوجية هرمونية تنفل مع فانتازموات في الذهن دونك سواء شفت الجسد ولا ما شفتوش الشهوة بيش تكون موجودة مشكل مش في الشهوة هي وبره اشتهيت دي هاني اشتهيت عباد ناني مجيش لبالك العباد ليشتهيتهم في حياتي شو مشكل اني اشتهيته مشكل أني نفرض علي بش يمارس معايا الجنس في مرحلة من حياتي في حياتي الجنسية كانت آية يسر في حالة العيناية على برش حاجات وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الاستعفاف هو هذا ما تشدش عب بالسيف تمرجوا حتى معناه بالسيف مش بالاختصاب كهو بالمرج الرضاء معناه الرضاء عليه سمحني علاقة زوجية واحد من الزوجين ما يعينوش في العلاقة والاخر يمرجوا ويقلقوا يتعبوا وإلا تكون علاقة بالعنف تعتبر حلال انت تعتبر ايش حلالها وفيها متعة معناه اصلا تعتبر حرام تعتبر حرام انك تمتلك جسد الآخر بعنوة تعتبر حرام دوق بش نرجع نربط رأوا الجنس ما هوش مشكل في ذاته والشهوة ما يشتهيه قد ما تحبه المهم نباسي بقى لكت مع شخص ما عينوش تسمبل ما اما انك تشتهي تفنتازمي على حد وتعيش علاقة وحدك في مخك ولا تكون عندك علاقة استمناء ولا نكاح اليد ده برأسك ده برأسك ندخلوش في هذا زادة مرة انفادلك انا وصحبتي احنا نقوله كل شي نوياه نحترمو نحترمو الخصوصية متاع الانسان هذه خصوصية حميمية هذه حكياتي الحميمية تكون نشتهي وكيفاش نمارس علاقتي مع زوجي حيشا ما تخص حتى حد ما يجمش حتى حد يعرفها ما لازم يقول نقول البوزيشون هذي وهذا عمله الفقهارة الفقهارة العرب المسلمين يقول لك مثلا فما سيختين بوزيشون مانما مش بهين على خطر يحسوا المرأة اللي هي أعلى من الراشل أنه تكون المرأة هي الفوق يحسسها أنه هي أعلى من الراشل في القرون الوسطى حكيت علي عاما عام الفين وعشرين سيبو الناس تعيش حياتها جنسية منظمة كما تراها واللي عنده ميل مثلي الغالب مش بش تعمل لهم يحبش المقرون يحب الكوسكسي أنا عندي بنتي ميلة تولدت لا مش مثلي أما أما ما تحبش الغالة أنا توتي سيئ وقلناها الغالة وهي صغيرة وصلت تتقلق ما تنجم بلك لا تكلش الغالة هي احسبوها بنفس الطريقة ما نجم شاء الله غالب نفس البرانسي أنا كان يقولولي ما نعملو لهم والله العظيم معنا تعطيكم موضني أما هذين موجودين تعايشوا معهم وإذا كان أنت تقلقت سيكورا كبار ستتنت هذه عن خبرة نفسية 99% تقلقت معناها ستتنت مش لدواعي شماعي أو دينية أو أشتغلك أنت توقع أحرام ومحرام وقوم لوت أخي قوم لوت أنا سامحني كتواقف كرهاب في دوبال بوزيش ومش حرام شفيك ما تتقلق منها أوتنك وتتقلق من علاقة مثلي علش ويهتزوا لها عرش الرحمن حديث كلهم ضعيفة جدا 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 بالنسبة لهم حروب قاعدة تصير ما يهتزش عرش الرحمن أما يهتز عرش الرحمن أصلا معناها بجد فما عبد يجمع عرش الرحمن رب يرا فدكو أنا ذي الحاجة اللي ضحكتني أنا كان بشيهتز يهتز الحاجة أفضع العب تياقف يسأل روح علش أنا وين نتقلق من حاجة نسأل روح علش ونرقى خرر من داخل فسأل علش 99% خطر مست حاجة في ذاتي دونك الناس هذو ما نقولهم راجعوا ويحكم يسدي نفرضوا حرام حرام من منطق متاع هو عم متغطين نعم متاع من ناس يتحكي ما قدش من الواحد يشرب إذا كانت تصور نجي تتصور شرب حرام وهما نفسهم اللي يقولوا حرام معنا في الاخر هو يمارس في الحرام نهار يخر يقف قدام ربي بتوى ربي حاسب وش داخلك انتي تخلي ربي يعمل وظيفهم تاعوا نهار يخر ثم يوم الحساب وسنأتي الله تعالى فورادة كل واحد يقف واحد وبراس وقعدوا هذيك في طر صراعات هما يحبوا يستعملوا يخلطوا كل شيء باكل شيء وهاك ترى العالم كيف انه على خاطر نستعملوا كل شيء معناها لمصلحتنا الفردية نحاول نحكي بالسينهم معناها مش هذي فكرتي نكملوا نعملوا نعملوا صغيرة نعملوا نعملوا ترتيحة صغيرة ونرجى رجعنا بعد الفصل حكيت الوش مقاعدة نعملوا نعملوا ترتيحة فيديو في التكتاك وقتلوا نعملوا تكتاك فيتر اللحي المذيبية يا ما أنا مراكز بالحق مشكلة كبيرة من العيوب من العيوب الكبيرة اللي عندي لينا جي بزوان باش نقعد مع روحي برشا ما صابني كيف كيف حسي لان نعمل عليك تشيش شوية نعمل حفية حفية كل شيء نحن نتعلم بشكل صحيح نحن نتعلم بشكل صحيح نحن نقول الحلال والأحرام كالعادة لن نتعلم على الشيخ الطهر بن عشور في مقصد الشريعة يتكلم على مفسر الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن الله الواشمات والمستوشمات اللي ديمة الحديث الكل بتبع فيها اختلاف كبيرة وصحيحة وضعيفة سيبوزان أنه حديث صحيح وقيلة فسروا بالسياق متاعه على أساس أنه في الفترة هذيك اللي في دجوة متاع وقتها البغاية كانوا شو ما حلال كلمة الفرنسوية اللي في دجوة البغاية كانوا بنت الهواء بنت الهواء كانوا يعملوا الوشام وكانوا يعملوا نمص الحواجب دونك كانت سيمة ملسيمات المميزة لهم فدعية للنساء المسلمات وقتها في تار التمييز كما حكاية اللحية وكما حكاية الكل بش يتميزوا على الأخرين بش ما يكونوا شكيفهم وهذا شيقول الشيخ طهر بن عشور فيما عدا ذلك أنت يخدم أخك في الحلال والحرام يعني أنه إنسان وجداتنا بارشة من الأمازيغيات موشمات أعمل حاجة زين بها الجسد متاعه من راش فين الإشكال أصلاً المعناها هو الحلال والحرام ثم حاجات مذكورين في القرآن بفعل حرمة محمد تحرور أحكي عليهم بالتفصيل وثم حاجات نحسوهم اللي حرام كيف يهم مظر يعني أنا بالنسبة لأيا مثلا كل مرة كيجي نواقف كرهابتي وساعات الأنانية البشرية تغلبني ونقول نوخر شوية بش نجم نخرج وناخد بقعتين بعد نقول حرام أول كلمة جي المخي موش ميجيش جي كلمة حرام دوك حرامة لختي بش تفك بلاصة متاع حد آخر دوك أي حاجة فيها ضرر بكري نحكي والا حاطين الكره بادو زين بوزيسيون الأمثلة راهي كثيرة متاع متاع لحرام راه أنك تعطي كلمة لطالب مثلا بيش تحضره في التاز متاع وتغيب نهارة التاز متاع وتخليه ما يعديش وهذا صارت قدام عينيه هذا حرام هذا ما يحكيوش آليه هم برانشي على الوشم المثلية علاش على خطر تسعين بالمئة من نحياتهم حرام في حرام خطر ما يغزروش لرواحهم يحبوا وصفات جاهزة يتصوروا أنا هتدخل الجنة هو حتى حد ما يجم يعرفكم شو يدخل الجنة وشو يدخل النهارة هذين نحطوها في مخاخنا حتى حد الله عز وجل وحده يعرف الأمور هذي دونك أنا ساعات نحشم حتى باش نقول على شخص قاتل أنه نصير شو يدخل الجهنم ما نعرفش أنا ما نعرفش بلك شي ربي يعفو عليه يغفر له ما يغفر ليش أنا أنا مثلا نصلي عندي عوام 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 أكثر حتى 45 سنة يديرين بيا صاحباتي ما يصليوش نشوفهم يمكن يكونوا قطيب مني نراهم قطيب مني ما نحس روحي خير منهم خاترني نصلي دونك باش نفادلك معهم وهي تفادلك فيها معنا راه مش تفادلك 100% قولوا ربما أنا لأني أقل طيبة منكم في حاجة باش نصلي باش نزيد نقرب أكثر ربي باش نزيد نذكي في نفسي الجانب الروحاني ربما انتم من غير ما تكون عندكم الصلاة بالمعنى الشعائري وصلته للدرجة قصوى لك حتى حتى ما ينجم يكون نحشمه شوية أنا فما حاجت مع انت ساعات نقاط بيهت كيفاش العباد يسب عبداخر يقول له باش تدخل النار وانتي بيك وانتي عليك وحطبش هالمية وانتي بلوغة الشباب تيسلك الروحك انت ساع وانت ساعات تسلك الروحك وانا كل طمعين فيه غفران ربي وفيه رحمته نشوف الأحاديث لا أحد يدخل الجنة بأعماله عليش مش يبدأش بالليجو أنا نستحق ما تستحق شي انت ندخل الجنة برحمة الله ما نستحقه حتى شي نش معاك يسكبه كل شي تعطالنا هيبة من عند ربي نحشمه شوية ما نحشمه من بعضنا نحشمه من ربي على الأقل وانتي حكيت على التكفير وتكفير أحمد خربوش من عرش كنت عارفوا صحفي كان يخدم في موزيق بعث لي ميساج وعيش توا في كندا نسلموا عليه هل تقلقت نفسيا من حملة التكفير اللي صارت لك صارت لها بين 2011 و2014 لا ما تقلقتش من حملة التكفير ما تقلقتش تقلقت شوية من حاجة ومبعدك تشافت أني هي من أكبر أني عام اللي صارتلي تقلقت من تهمة أني نكتب في الخطاب متعليل البنعلي هذيك قلقتني في وقت من الأوقات وقعت ندافع وندفع 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 خاتر حاسيت بظلم والظلم خايب من بعد كيف أنا بدي كبرت روحانيا وطورت تجربتي فهمتني هذيك نعمة خاتر من الحاجات اللي حركتلي اسمي معنى خلي الاسمي دور بمعنى كيقول ساركوزية بادي موفيس بيبليسيتي هي الحكاية هذيك دوك الحكاية هذيك اللي أنا ريتها خايبة كانت سبب بش الاسم تعرف أولاً وثانياً حتى حد ما يأخو حاجة ما يستهلهاش أكيد يعني ظلمت حد في حياة من الحيوات السابقة وإلا حتى في الحياة هذي قلت حاجة على عبد قبل وهو ما عملهاش فعادي أني نمر بالتجربة من يعمل مثقالة ذرة خيراً يراهو ومن يعمل مثقالة ذرة شراً يراهو دوك ما عندي وين نهرب أنا نمن برشة بقانون الكارمة ومعاوني برشة في حياتي اليومية دوك في الحالتين يلزمني نعيش التجارب اللي عشتها دوك تقلقت من الحكاية هذيك لكن توا معادي عندي حتى إشكالي ومسامحة الناس اللي قالوها هما حتى من كبارات السياسيين وقتها وفهمهم اللي يتوفى ومعنا من قلبي ما فهم حتى مشكل بالعكس مسامحتهم ونحبهم نحبهم نحبهم خطر هما يقالوها ذكا هو ذكا شبشي بالهم شبشي بالملي ذكا بالحق ما قالوا باش بالعاني باش يكذبوا التكفير لا خطر نعرف علاقتي بربي كفرني انتم اليوم الغدوة شي من فيك فما حديث يقول مشاء أعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من يحاسب الخلقة يوم القيامة قال له الله قالوا الأعرابي هذا خبر جميل هذا بالمعنى معنى شيخة قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم لقد فهم هذا الأعرابي كل شيء ما نتساور ربي بشي حاسبنا ربي بكله بمحبته ربي اللي رحمته وسعت الغضب متاعه ربي اللي حيبنا لي خلقنا باش نعيشوا التجارب هذه حتى بالوجيعة حبنا حتى في الوجيعة اللي نعيشوا فيها باش نكبروا بها لم كان الشيخة شكة خحنا رب يا شيخ خواهي على الشيخ الثاني أو الشيخ الفلتاني يزمى مجموعة على الحقيقة. ربك حاسبنا ربي كنا بس حمد الله يا ربي. كان الخير ان شاء الله. أنت حكيت على الكارم. وفما حاجة أنا نحب نسلك عليها أنه أنا من الحاجة يتخليني مؤمنة أنه نؤمن بالمنطق بالعدل. وبالكار مازيدة اللي أنا بدي نستعين بها برشة في في حياتي. من تخليني ما نكون شريرة مثلا ولا نعمل حاجات هكا بسبق الأسرار والترسد. لكن الظلم اللي يشوفوا فيه في الدنيا مثلا الحروبات فلسطين في حلقة سابقة حكينا على رواندا ولجنو سيد والناس اللي تموت والظلم وسرقة واي 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 وقتش بشي سير هذا الكل العدلة ذاك وقتش بشي سير. شوف ايش معناها احنا نتسوروا انه الدنيا نحل مبدنية فيها طهرانية. اكثر ناس طهرانيين هم يوليوا فشيين. من نجموش نقضيه على الشر. الله تعالى يقتل اخلاق. الادم شعمل. جيب الملائكة بشي سجدوله والشيطان اللي رفض بشي سجده. وكما نتخل في التفاصيل عندها دليلات رمزية كبيرة. لكن الشيطان موجود. آليا. الفجور اللي في نفس الإنسان موجود. في كل الأزمنة بشيقعة ثم الظلم. بشيقعة ثم الحروب. بشيقعة ثم الأطفال اللي تموت. وبشيقعة ثم نستحاول تنقض الأطفال. تحاول تعمل الخير. هذا شي طبيعي. يلزمنا نعيش ونعرفه أنه الخير والشر يمشون مع بعضهم. وقتش تبدأ الفاشية كنحبه نقمعه جانب. ونتصوره أنه احنا الخير. شكون قال انتي الخير. دي ما نعطيهم لكزومبل متى الكورة. كنت صغيرة نمشي لستاد ومعها ربي لتواء. وكذا مش نتفرج في في المنزة ومعها ربي تراجي. أقول الخير ربي مع التراجي ولا مع الاتوال. وهو في الأخر. ربي له مع التراجي ولا مع الاتوال هو مع الكل. هو مع التراجي ومع الاتوال. نهارته نهارتها اللي العب خير هو اللي اللي يربح في أكثر الوقت التراجي لأسف رغم ليانا دوليست. من قمتزين. دونك. أبشون تعال. ما شنا. شخص شوية خطر قوله. إذا الحلقة جالا. جدا برشا. دونك مش بشي تنحى. الخيب مش بشي تنحى. انتي شنو الهدف. اختمع الخيب اللي فيك. بش انتي ترتقي إلى السماوات. وما تعودش ترجع مرة أخرى بش تاخذ الدرس. تو سمبل ما. والتي تعيش فيه عنده حاجة من اثنين. يا إما نتاج الحاجة عملتها. دونك ترا فيها. في الدنيا. في القرآن آيات كثيرة توري اللي احنا نرى و نتيجة أعمالنا في الدنيا زادة. وإلا درس صادقت عليه مع ربي في الشهادة الأولى في الميثاق الأول. صححت على الكنتراتو أنك مثلا بش تفقد صغيرك. صححت على الكنتراتو. ولا بش تفقد حبيبك وعمره ثلاثين سنة وانتي ما زلت كيف عرفته. وش ما زلتك عرسته شيخين. صححت على الكنتراتو خاطر بالدرس هدك بش تتعلم حاجات. وبش تاخد دي بوان كنت حب. يما انفدلك بنتي تقول ينا بيعت برشا دي بوان مرسي بش لقيتك انتي. بيعتم كل عليك. دونك. مش هتفسير آخر. حتى المظلومين اليوم. انا ندفع عليهم نقول يهم مظلومين. انا بيجي كي تظلمت نقولي انا مظلومة. لكن كان لابد بش يعيشوها التجربة. والدليل انهم يعيشوا فيها. انا حبيت نقول على الفضاعات اللي قاعدين نشوفوا فيها في الحرب. فضاعات. فضاعات. لكن احنا ديما نتصوروا الحياة خير من الموت. الشهداء في منزلة راقية جدا. احياء عند ربهم يرزقون. انا متأكدة لهم يضحك علينا كم دوحنا نبكيو عليهم. واذا كعليش ديما ننصح الناس اللي يموتوا لهم احبابهم بش يسايبوهم يمشيوا. خذر ثم الناس بدي يفقلوا الميت. واذا بدي دراسات روحانية وعلمية. ما خليوش يطلع براحتو. تلمو يبدو شدينو للحياة الدنيا ما يخليوش يطلع. رو اذا كان احنا نؤمنوا انو. وانا نؤمن بهذا. انو هذه الحياة دنيا. هي اسم على جسمها. دنيا سوفلة. مايش حاجة كبيرة برشرة. مجرد حلبة. مجرد مجال نختبره فيه. باش نتعديو الماء ارقى. دونك الشهداء. نختقوه الى مرتبة الشهادة. فهذا ايضا ايجابي نجمراهم المنظور هذي. دوتوت لمن يغ العالم لا نحكموا لا انا لا انتي. يحكموا واحد برك. نحاول ونعمل وظيفتنا قدر الامكان. نلعب ودورنا قدر الامكان. ونخفو شوية زادة على روحنا. شوش نجزو ذنب الدنيا على رقبتنا. مجال لخطر ثم مجازر في غزة. واحد مثلا مشاه يسهر في سهرية متاع كرتاج. يشتموه يقولوله اطفال غزة. السيدة ذاك اللي يشتموه هو بيدو نهارتها الضرب. سنكسكسي بالعصبان في فطوره. حتى ذاكا متعزد. يعني الشعور بالذنب والجلب الذاد سيضم سيبه فينا احنا. في اللحظة اللي نحكي فيها هنا تو ثم اطفال قادرين يتعذبوا في فلسطين وغير فلسطين. ثم صغار يختصبوا في ديارهم تو. ثم انساء تاكل في الضرب ثم اكسيدانات ثم زلازل ثم فيضانات. الحياة تستمر. ما تحملوش روحكم اكثر من طاقتها. نعملو اللي نجمو نعملوه. أما لو جاعة اللي متوصل حتى انتيجة. سدو لاموفيزينيرجي وتخليك ما تعمل حد شيء. تتعب الدبرم تمرض ما تقدمش. وانتي جبت على الموت وقتها مذكر قابلتك في رمضان. في النقاش متاع كتاب عيميد دابور. قلت لي بركة فيك في جيد وقتها. وقلت لينا ما عنديش مشكلة مع الموت. معناها منظورك ومنظوري وقتها هنا خطر سيطين على شوك وقت مزيل جديد. وكل شاء الله ربي يرحمه. الله يرحمه نعم وجانه من اهل الجنة يا رب. شاء الله يا ربي. بيه في رأس بو زكورة خلنا نحل المساج خط التلمان وطوير. ما نجمت سنعود نكتبه. سلمو علي ليو طبيب. في غولوك ذهر لي. السبيساليتي متاعه. بش نختار خطر أغزر قداش من السؤال بعد. بارشا أسألة. بش نختار كيك عليها توغمان. ما هو المصطلح العربي الذي يمكن استخدامه. استخدامه لوصف الاسبري في التقاليد الباطنية. أنا أعتقد أن الاسبري ترجمة للروح. قام ترجمة للنفس. وكوغ هي الجسد. هذا على الأقل في كتاب. كالكتاب اللي نخدم. الفرق بناتهم هو أنه. الروح لا تموت. لأنها من روح الله تعالى. الروح نفقت فيه من روحي. الروح هي ما يجعلنا أحياء. هي الحياة فينا. هي اللي يجمعنا الكل. اللي يتخليننا في المنظور الصوفي نقوله أحنا واحد. اللي يتخليني نتوجع لأي إنسان قاعد يتوجع في الدنيا تواع لخطر هو جزء مني. الروح هذيك تتصل بنفس اللي فيها النفسش فيها. فيها الأهواء. فيها الشهوات. وفيها المجالات الذهنية أو الفكر. هذو ما هم اللي موجودين في النفس. اللي يخليوا مثلا نوال بزيد مختلفة على أولفا يوسف. النفس. وإذا كنت نقوله أنت نفسك. نحن نتماهى مع النفس أكثر حاجة. والجسد. اللي يصير أنهم ثلاثة مع بعضهم يصير بناتهم انسهار كامل. اللي يكون الإنسان. الروح والنفس والجسد. ما هو الهدف؟ الهدف هو أن ترتقي نزعات الروح في الإنسان أو الخير فيه. ونفسه ما سوها فالهم فجورها وتقوها. أو التقوى فيه أكثر من نزعات الفجور والخيب. هذا هو الهدف. الروح اللي تنجح في هذا ستفتح لها أبواب السماء وتمر إلى الجنة. البرزخ أولا ثم الجنة. وثم يكون يقول أن الجنة عندها أبعاد أخرى متعدة. أما النفس الفاشلة. إن الإنسان لا فيه خسر إلا يستمد الكلمة الخاسرة. لا ترتقي. لا تتلعش للجنة. تقعد في البرزخ إلى يوم القيامة. الروح اللي كانت متعلقة بالنفس هذه الخاسرة هي اللي ترجع مرة أخرى. ترجع. وذلك عنا لديجا فيو. وذلك عنا حاجات نتفكرهم ساعات. ساعات الروع. نقولوا نعرف هذا. وما سكونا بالعلاقات الكرمية القديمة. ترجع مرة أخرى. ما تعمل؟ تعمل الديبريفينج. تقف ديبريفينج. حتى ديبريفينج. حسنا. تقف قدام ربي. وتعمل الديبريف. تشوف شنو اللي ممشاش. علاش ما نشحتش. وتصادق على الميثاق الأول. تصادق على اللي بشي سير لها في حياتها القادمة. وتعاود تهبط مرة أخرى. هذا هو الفرق بين النفس والروح. النفس تموت. كل نفس ذائقة الموت. الروح لا تموت. النفس فيها الشهوات والأهواء والانفعالات والأفكار الذهنية. والروح هي الحياة. مع نظرة الشهد أو التمواء اللي تبع في الحياة البشرية. والجسد هو بتبعته ميت. لو كان مش الروح راهو ميت. والدليل أنه عندما ترتفعوا الروح وتموتوا النفس. لا تبقى إلا جثة وليس جسد. وإذا كان للموت ما يخوفش. خطر ما كش أنت بش تموت. ما كش أنت. مش الجسد بش يمشي على روحه. الروح متاعك بش تقوى تحيا. ما تموت شنو كان لش خايف أنت. خايف من شنو. يقول ربي خفها. أنا خف من المرض. المرض حاجة أخر. المرض حاجة أخرى. تجربة من التجربة. لا أخاف من الموت. لا أخاف من المرض. ما هي المصطلحات العربية المستعملة في تعريف مالذي يخبرون نبيه الدين وطيار الباطني الأسلامي عن وجود هذه القدرات في جسم الإنسان؟ شوف. القدرات هذه موجودة عند بعض الناس. ولكنها بإرادة الله تعالى. معناها ربي هو حتى حد يعرف الغيب. دائما التفقين فيه. لكن كلنا عنا قدرة باش تتحللنا نافذة صغيرة على الغيب. الكلنا. قلك حلمت مثلا. مثلا. الإنسان اللي حلم بحاجة. وجاء صباح حكيها لك وتحقت الحاجة هذيك. شو نقوله نقوله إنسان كفره؟ طبعا لا. لأنه هو ربي حط له حاجة معينة تسمح له بأن يفتح أثق على الغيب. كيفاش يتم العملية؟ تم أنه رحنا كنرقد وش يصير. الروح ما تخرج. الروح ما تخرج كان عند الموت. النفس تغادر. يتوفى الأنفسة حين موتها والتي لم تموتك. من مينامي هكستيغا. النفس تخرج تطلع للعالم الروحاني والعالم النفسي. وتقابل أرواح أخرى وأنفس أخرى وتجيب حكاية. هذي إمكانية اللي معرفة الغيب. الإمكانية الثانية. هو أنك تتذكر اللي صادقت عليه. ساعة كل واحد فينا يعرف حاجة. أنا مليانة صغيرة نقول شو نطلع أدي بقى. نطلع كاتبة. تسعة سنين ثمانية سنين. ما نكتبش. ما نقول شو نطلع كاتبة. وعندي حاجة تخلي. وش هذا النهار لي قتلك علي الدجازة. برشي حاجات. ما قال لي حد 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 شي. مثلا أنا صغيرة عمري 22 سنة قتلا بش نحج وعمري 40 سنة. وعمري 40 سنة جتني إمكانية بش نحج. وحجي. صدفة. ما هيش صدفة بالنسبة ليا. قداش من صدفة برشة برشة حاجات كما هكا كنا نحكي لك. ذلك ثم حالات يمكن أن يفتح الباب على الغيب بإرادة الله تعالى. وين الحرام أو تبرو حرام أنه يصبح هذا مجال استرزاق. مجال استرزاق عليش خاطر تخاف لا يختلط الحابل بالنابل. وتولي ثم حاشتين يا إما الشعوذة. اللي هي الكذب تماما أو الاستعانة بديزنتيتين ماليفيك. السحر. السحر. السحر والسحر. ومعهما هو الجن فيه الخير وفيه الشرير. بطبيعة شكتك بعض الناس لكن أنا نتكلم المنظور الإسلامي. وكمسلمة أنا أمن بالملائكة وبالجن. والجن يعني الجن جاية من جنة اللي ما يظهرش. فما ديزنتيتين نحن توقع دين دايرين بنا ديزنتيتين. فيهم ديزنتيتين نورانية. وفهم ديزنتيتين المظلمة. فعندما تتحاول الأمور الاستعانة بديزنتيتين المظلمة. ويجربوه برشعبات انتجا تكون كاريفية على الشخص بيدو حتى كان ياخو حاجات في وقت من الأوقات بعد انتجا تكون كاريفية أو عندما تولي الأمور متاع استغلال البسطة من الشعوذة أما أن كل واحد فينا عنده نقطة في قلبه تجم تحلو ببين اللي يسميوها الحدث حكي عليا حتى تود نبعد وتعالي شوية عادين حكي عليا يونغ وحكيو عليها بارشة فلاسفة أخرين الحدث موجود فما ناس تتنميه كيفاش قد ما تنظف روحك خلت هذه حاجات نعيشوها يعني قد ما تنظف قلبك القلب الصافي الفرق بالقلوب المريضة والقلوب السليمة إلا من أطلها بقلب سليم قد ما تنظف قلبك قد ما ربي يحلك قل لك تيها ربي ترى العجب ترى حاجات غريبة ورهيبة تبين أنه الطاقة متاعنا الكل في تواصل دائم في اتصال دائم ببعضنا دوك هذي مايش حاجات راهي خيالية ولا شعوذة هي حاجات موجودة عشنا بها ويعيشوا بالك الناس تحشم بش تحكي عليها أنا منحشمش خاطر نخاف كان من رابي كان جاي ريدك شنو تبدل في منظومة التعليم في تونس توا في الوقت الحالي نفيق المسؤولين أنه تليم ذا ما عادش مشكلتهم المعرفة التقنية أنه العالم تبدل يا ناس فيقوا رأوا ثم حاجة اسمها الديجيتال رأوا الصغار ولو ينظروا الأمور بمنظور مختلف اللي مغروم بحاجة مثلا مغروم بكابكاتة عندي فرح صغير عمره سبعة سنين يعرف اللي غواج نتعل الكابكاتة أكثر من اللي نعرفه مانا اللي نزع ما نهجي وعقة المغروم توقيت تغرم بأي مجال بش يجب يلقاه في الديجيتال ويجب يعرفه المنظومة التعليمية لازمها تأخذ هذا بعين الاعتبار معاش الهدف امتاحه فقط التلقين ما زلنا رنا نلقن وصغارنا نقالقين في القسم حتى الطالبة أنا نقري في الطالبة تقريبا وليت نعمل معهم نعمل أنواع الإحاطة النفسية وليكون أكثر من الجانب التقني لذلك يجبنا المنظومة التعليمية متاعنا يلزمها تفهم أنه راه مش ممكن المدرسة التقليدية تستمر إلى اليوم رأو سنين مسكة غاد مسخرة نجذب وران نجذب على رواحنا المعالمين يجذبوا ولا ساذة مش معنى هل نحترم التعليم وانا يعني يجذبوا بمعنى أنه نمشي ونعملوا في حاجة وانا يعني بالنهاية النتيجة متاحة ما هيش نتيجة فيها جدوى تلميذ يمشي زادا يقرأ مخو مش غادي مخو مش معاك يجب الطريقة متاع التفكير بكلها تتبدل وكيفاش هذا ثم أسس ثم مختصين وثم صغار يجب دخلهم في اللعبة رأو في تونس الشباب رأو محروم رأو رأو يجبوا نسمعوه رأو خمستاشن سنة وسبعتاشن سنة يعرف حاجات اللي أنا ما نعرفهمش علش زحكوني توقي شدوا واحدا عمال غلطة لغوية كانوا بياما عمال غلطة لغوية نعملوا له ونصلحوا له كان نلزم مغير ما نعملوا فضيحة فيسبوك ونطيحوا له قدروا وكهو خذر يعرف حاجات ألف حاجة وحاجة متعرف هايش انتي في التكنولوجيا في مجرد باش نظهر اللي أنا نعرف خير منه انتي تعرف خير منه في الموين موين هو يعرف خير منك في ألف حاجة وحاجة أخرى وفي نهاية احنا كنا نكمل في بعضنا رأو دي ما نقوله هذي مذبية الفكرة هذي مذبية توقع في ذهن الناس خاتر سي امبوغتان بغا بغا لستيم دوسوا رأو مثم حتى واحد خير من حتى واحد رأو كل واحد اخترتوا الدنيا اختاروا ربي كتسكر في وجهك البيبان ومتلقى ما يحبك حد وصحابك خلاوك وعائلتك مش يتعليك وراجت لك طلقك ولا مرتك طلقتك ولا اللي هو تفكر اللي ثم قوة حبتك تكون في الدنيا هذي خليفة لها مش تمثلها حبتك سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونها ميش تحب آخر يكفي ودي ما معاكم بلسلخين يمشيوا هاو سافروا هاو خرجوا هاو ماتوا أما الإلهي اللي فينا ديما معنا دون نجامي سؤل في اللخر علشان قول هكي خطر أنا جوسيبيان بلاسي من التروماتيزم متاع التعلق اللي خدمت عليه برشا وقاعدة نخدم عليه واللي قاعدة بشوية بشوية نخرج منه خطر الناس كل بش يموتوا وانتي جاوبت على شئيل باكال ريت حتى الأسأل نخلين جاوبت عليهم نسلموا عليهم ناس اللي برشة عذر كن نوريك الأسألة اللي جاوب برشة أسألة اللي جاوبنا عليهم بخيسك من الكوميونوتين اللي تتبع في البودكاست وسؤال اللي بعد وكان اللي احنا أصل فكرة البودكاست هذي اللي هو البرتاج وانه فما ناس عندي تخيس ما نحبوش نخليوهم وحدهم وما نحبوش نخليوهم وحدهم رك ماكشو واحدك معناها ببساطة ماكشو واحدك خطر في الأخرة ديجا انتي معاك الروح اللي تحس بها اشتهد انتاك انتقد وحدك هكا تحس روحك ماكشو واحدك عندك انتعلمها بشوية بشوية انتخدم عليها اللي حال لتك يقولوا اللي الكريتين اباندوني انه يلووز اباندونغا جميع استسلموا له فلن يترككم بحب بما معناك بالفرنسوية ثم جودمو مكشو واحدك ومكش تم ناس يسخر لك ربي ناس موجودين أكيد تم ناس تحبك أكيد رك عندك دور في الدنيا هذي صحيح تم صعوبات صحيح تم مشاكل صحيح تم أوجاع وراوي نتكلم هكا انا بديت مريت وعطيت معادي قبل عالش عطيت بوكود اكزامبل مكري خاطر مريت بالصعوبات وبالأوجاع وبالمشاكل وكنت نحكم وكنت كذا لكن تم حاجة مزيانة لداخل حتى حد مجم بمسهلك هذيك المتاعك انت شنو بشتعم تحب تردني نعبدك ما نقول فيك حتى كلمة وانتي السيد لسياد مثلا اوكي لكن في اعماقي ما تنجمش تردني نحبك كان انا ما نحبكش ولا ما نحترمكش نجم ننافقك قلت محلاك وانتي احسن انسان جابتوا البشرية اما تنجمش تردني نحبك ولا نحترمك بالحق هذيك نقطة الحرية اللي في اعماقكم هذيك الولوهي اللي عندك الداخل حافظوا عليه على خاطر مكش رك عندك كنز مكش ننبغتكي كلكم كلنا كلنا رنا رنا كنز اذا كان الاخر ما حبك شروع مشكلة فيه هو طو سنبل ما طو سنبل ما وسن للاخر تحب نزيد نعودوها ان شاء الله 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 نحب نشكر الناس الكل اللي طرحت اسالة وانا على قدر مني انتوائية في حياتي نحب نكون انتوائية مع العباد وحب نسمحهم ونحبهم غير موم القلب يعني ساعة نقولهم نحبكم فهم حاجة ندعو الناس يجربوها عمالة بيخ بغادروند اه حبوا الناس حتى من بعيد روسا دون دي غزولتا يعني انا جنغمض هنا مثلا جلوفي بقس كتولي جوع للناس اللي في السجون طواء قول يا ربي انا اجعل السخنادي بردا وسلاما عليهم لكلهم ان شاء الله يربي خفف عليهم الدعاء ذاكة مش حاجة مش حاجة عبثية راه سيد الانيرجي انرجي متاع محبة ابعثوا انرجي المحبة وثانيا ما تتصورش قدش الدنيا تعطيك 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 بالشكل اللي يقرض الله قرضا حسنا مش كان فلوس حتى المحبة يضعفه له ابعاف المضاعفة نتعلم ونبعثوا دي زوند متاع محبة مش كانوا متاع سبان وشتم صدقوني انتي تفرح وثم حاجات رائعة تصير في حياتك نجم حتى نكتب لهم الاسم بتاعه نكتبه في الكومنتر ولا حاجة مدامك انتي متابعة وفية البودكاست انا شنو بش نسألكتاو شكاوك اهي انتي حنفوش ايه شكونك انتي انتي متابعة وفية انتي متابعة وفية انسان انسان يمر بتجربة الحياة يرجو من كل قلبه انه تكون اخر مرة وانه يرتقي يخدم على روحه وقدر الامكان فيه عيوب كثيرة يحاول يخدم عليها في بعض خصال ويحاول يحب ويحاول يحسس الناس اللي الحياة مزيانة 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 بالأوجاع متاحها مزيانة فقط مرسي بكولي جيس الحق ياسر ياسر فرحانة وانا متأكدة للحلقة ذا بش يلق برشة ناس بسرقة فيها ايجابات مش بضرورة بس قيل في حداته لكن اجابات على حاجات اخرى وش يصير لك هجوم على الامبوكس متاعك واسع باللكو كهو انا بيقبصي نجاوب الناس الكل اللي يبعثي عن الامبوكس بالنسبة لي منحقوا علي بش نجاوبوا خاتروا اخذوا وقت وبعث عيبا لما نجاوبوش حرام حرام متاعي الحرام متاعي هنا نعم 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 نعم